تعالوا مع بعض لو اتكلمنا على الدوري وتاريخه هتلاقي كالعادة النادي الاهلي علامة مميزة من اول انطلاقها للدور تدى سنة 48 وبدأ هنا تاريخ النادي الاهلي مع بطولات الدوري النادي الاهلي رقم خياسي على فكرة اللي انا حقوله ده رقم خياسي نجح انه يكسب اللقب او يفوز باللقب في التسع سنوات متتالية تسع سنوات متتالية النادي الاهلي بياخد البطول من اول ما ابتدى سنة 48 لمدة تسع بطولات متتالية وده رقم خياسي محدش عمله بلكده لحد ما وصلنا للنسخة 64 نسخة اللي بنلعب فيها دي النادي الاهلي كسبان اللقب 43 مر يعني فيه 21 لقب دوري بعيد عن النادي الاهلي بس ال 21 دول متوزعين على باقي الاندية باقي الاندية مين بقى اللي توجد باللقب سبع اندية سبع اندية هي اللي توجد باللقب بيجي صاحب المركز الثاني في التتويج باللقب نادي الزمالي برصيد 14 لقب هو برضو صاحب المركز الثاني في التتويج بعد النادي الاهلي من بعده نادي الاسماعيلي ثلاث ألقاب ولقب واحد لترسانة والمحلة والأولمبي والمقولون العرب طبعا معانا لوحة طبعا الاستعراض للفرق الفايزة لوحة الشرف للفرق الفايزة بطولة الدوري العام بطولة الدوري العام المصري تعتبر أعرق وأخضم بطول الدوري في أفريقيا والمنطقة العربية مرة تانية بطولة الدوري العام المصري عشان الناس اللي بتشكك والناس اللي بتتكلم على الدوري العام المصري أعرق وأخضم وأهم بطول الدوري في أفريقيا والمنطقة العربية بطولة لها تاريخ بطولة اتعلم منها اتعلم منها كل المنطقة اللي حوالينا احنا اللي بنعلم دايما احنا اللي لينا البصمة دايما مصر صاحبة البصمة على الجميع على الجميع لما تبص لتاريخ الكرة المصرية والدوري المصري هتشوف تاريخ كبير جدا 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 الأشقاء العرب والأشقاء في أفريقيا اتعلموا مننا كتير اتعلموا مننا كتير ولو في طفرة حصلت عندهم الطفرة دي أساسها من الأساس صناعة مصرية تاني الطفرة اللي حصلت وبتحصل عند بعض الأشقاء أصلها صناعة مصرية وليه الشرف أنه أنا أقول أنها صناعة مصرية مصر ليها فضل على الجميع ما بنتكلمش أنا ما بنتكلمش في حالة فيها جدال لا 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 خالص خالص أنا بقول حقائق وتاريخ ولو عايزنا نرجع للتاريخ نرجع للتاريخ بس هناخد حلقات كتير قوي 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 والكل يعرف فضل مصر مش في دي حتة دي بس مش في الجزء ده بس في نواحي كتير جدا مناحي كتير جدا 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 فضل مصر على الجميع زي ما بقول لحضراتكم لو فيه تفرق تحصل أو حصلت فضل مصر على الجميع صناعة مصرية مصر أو لما نيجي نتكلم على مصر لأنه ببقى من نحن نتكلم على الدوري العام المصري وتاريخ الكرة المصرية مصر مش عايزة أقول ضيف دائم لا بالعكس مصر هي الأساس هي الأساس في الرياضة العربية والإفريقية الرياضة العربية والإفريقية لو تكلمنا بقى عن نادي الأهلي نتكلم عن النادي الأهلي صائد البطولات ما قال نادي الأهلي ده بيلاعب باسم مصر سواء كانت بطولات قارية ودولية وعربية أو بطولات محلية